رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي بمقترح الشراقة المقدم من جانب تحالف شركتين للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتددة يهدف المقترح إلى إنتاج نحو 2.9 مليون متر مكعب يوميا من المياه على مرحلتين الأولى حتى عام 2025 والمرحلة الثانية حتى عام 2030 جاء ذلك خلال اللقاء مدولي عددا من ممثلي الشركات لبحث مجالات التعاون في السوق حيث استمع مدولي لمقترح شراقة لإنتاج مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلة يقوم التحالف بتنفيذه وأكد ممثل التحالف حرصهم على تعزيز وتوسيع قاعدة شراكتهم في السوق بشكل يراعي نهج توطين الصناعة في حين أشار مدولي إلى أن الدولة تحرص بشدة على دعم جهود القطاع الخاص وتعزيز قدرته على المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة